في ناس ربنا رزقهم بعقل هايبر اكتف شغال طول الوقت بيعتخال كل السيناريوهات وبيعمل حساب حاجات بعيد جدا انها تحصل ويفتكر حاجات قديمة ويربط كله مع بعض الافكار ملهاش نهاية وملهاش حل مرضي يقنعك ويخليك تقف الباب الشك بتحاول تتأكد وتطمن نفسك لكن كل مرة بيتبقى سؤال طيب افرد حصل زي ما يكون الشخص ده تصدم زمان علشان كان مقامن ومتطمن ومن ساعته عقله قرر يفضل صاحي يحسب كل خطوة يشك في كل الناس يفترض كل الافتراضات ممكن تكون انت صح على فكرة لازم تحمي نفسك من تكرار الازم لكن لغاية فين؟ الموضوع ملوش نهاية حاجة جنن الحل عمره ما هيكون في محاولة ايقاف التفكير الممنوع مرجوب لو وصلت بينك وبن نفسك انك مزودها شوية وانك افكار غير منطقية ما تحاولش توقف وجه تفكيرك لمكان تاني اطلع من هنا ادخل الحياة التفكير المفرط مع الممارسة بيتحول لعادة فلو عندك فراغ لازم تشتغل عقلك بيحب يشتغل لو مدتلوس شغلة هيشتغلك مارس رياضة شوف ناس اعرف امتى اكتر وقت بيزيد تفكيرك ويعمل تعديلات غير مكانك زبط نومك عندك ضغوطات معاناة اشتغل عليها والاهم بما ان الافكار ملهاش نهاية الحل غالبا مش بيكون في انك توصل لاجابة الحل بيكون انك تواجه المخاوف على وضعها كده لازم تلاقي جواك الجرأ انك تقول انا مش خايف مش فارق معاي غير قواعد اللعبة انزع القوة من الفكرة في ربنا وانا انسان مؤمن ما بخافش لاني مهما عملت عارف اني مش متحكم في كل شيء انا مجرد جزء من قصة اكبر مني بكتير وحرصك الشديد مش ضمان لامانك هي مجرد محاولة هو الامان في انك وانت ساقع عربية تمشي ابطأ ما يمكن على طريق سريع هيجي حد يخبطك مش كده الامان مش هنا الامان انك تستجمع جرائتك وتواجه الافكار دي وتعيش على الرغم من وجودها تبصلها مباشرة وتقول على فكرة حتى لو حصل هتصرف انا مش خايف اشتركوا في القناة